اعرب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر عن خالص التهاني والتبركات إلى جميع أبناء شعب البحرين والمقيمين على أرض المملكة بمناسبة عيد الفطر المبارك داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على المملكة وشعبها بالخير والبركات وأن يحفظها ويديم عليها نعم الأمن والاستقرار والرخاء تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله ورعاه وعبر سموه عن خالص التحية والتقدير لأبناء البحرين المخلصين الذين يقدمون أروع الأمثلة في التضحية والولاء لوطنهم والتي لا تقدر بثمن من خلال جهودهم المقدرة في مواجهة جائحة كورونا المسجد معربا سموه عن أجمل التهاني لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك جاء ذلك لدى استقبال صاحب سموه الملكي رئيس الوزراء بقصر سموه بالرفاع اليوم نواب رئيس مجلس الوزراء وكبار أفراد العائلة الملكة الكريمة والمسؤولين بديوان سموه حيث تبدل سموه معهم التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد داعينا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بكل خير وقال سموه إننا نتطلع بكل أمل وندعو الله عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يرفع عنا هذا الوباء عن شعب البحرين وجميع الشعوب الإسلامية والعربية والعالم أجمع وأن يعيد اجتماعنا ولقاءاتنا مع أبناء الشعب البحرين والتواصل معهم في مختلف المناسبات وخلال اللقاء أكد سموه على أهمية التشاور والتباحث ومتابعة أهم التطورات على المستويين الإقليمي والدولي وخاصة ما يتعلق بانتشار فيروس كورونا وتأثيره على المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كما أكد سموه على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية وتحليل كل ما ينشر حول هذا الموضوع للوصول إلى نتائج إيجابية تخدم الخطط والسياسات المتبعة في مواجهة تداعيات وأثار هذه الجائحة على المملكة وأشاد سموه بما يتمتع به أبناء البحرين الكرام من حس المسئولية والوعي والذي يشكل سلاح الأهم في مواجهة هذه الجائحة واحتوائها وشير سموه إلى أن التهاون وعدم الالتزام باتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية الطبية كان ولازال أبرز الأسباب في زيادة الإصابات وانتشار فيروس كورونا على نطاق واسع في العديد من الدول وجدد سموه التأكيد على أن المسئولية اليوم تقع على عاتق جميع مكونات المجتمع من المواطنين والمقيمين في الالتزام باتباع ما يتم التوجيه به من رشادات وتعليمات صحية ووقائية من أجل المساهمة في سرعة عودة الحياة إلى طبيعتها خاصة من الجانب الاجتماعي ونوه سموه إلى أن تجربة البحرين الرائدة في مواجهة الوباء سيسجلها التاريخ في سجل إنجازات المملكة الحافل بعطاءات مختلف الأجيال في خدمة الوطن والحفاظ على منجزاته وعبر سموه عن خلص التمنيات بأن تستعيد الشعوب في العالم أجمع مسار حياتها الطبيعية في أقرب وقت وأن تكون محنة هذا الوباء منحة من أجل مزيد من التقارب والتعاون فيما بينها لتعزيز الاستقرار والنماء في جميع دول العالم ترجمة نانسي قنقر